ديوان الرئاسة اليوم يكون موجود في مخيمات الصمود ونتحدث عن مشروع مكرمة من فخامة رئيس محمود عباس في مخيم عسكر لتشطيب وتأهيل صالة رياضية نتحدث هذا الصباح عن تفاصيل هذا المشروع ومشاريع أخرى يقوم ديوان الرئاسة في تنفيذها في مخيمات الصمود وضيوك في الأستوديو سيد حسني عودي رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عسكر ونتحدث مع المهندس المعمرية التي كانت مختصة في هذا المشروع من ديوان الرئاسة المهندسة مونة جمعة أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم يسعد صباحكم يسعد صباحكم اختبوا لها جميع مشاهدينا الكرام يعطيكم الف عافية كيف الوقع المخيمات اليوم سيد حسني لو نتحدث عن المخيمات وعنواق المخيمات نتحدث عن شيء مرير وشيء صعب جدا لا يحتمل حديثي حتى لأنه مكتر ما هو القصة صعبة والناس تعيش بضنك غير طبيعي وأيضا حياة المخيم هي حياة معقدة بكل تفاصيلها بحيث أن المخيم ما زال ومنذ نشأته على نفس المربع الكيلومتر المربع فبالتالي رغم الاقترار السكاني رغم المحول بالعدل السكاني اللي أصبح اليوم ما زال المكان هو نفسه فبالتالي الحصار اللي واقع المخيمات حصار غير طبيعي وأصبحت هذه المخيمات بالنسبة للاجئة الفلسطيني ومن يسكن ويقتن هذه المخيمات هي عبارة عن مقابل جماعية فبالتالي كان لابد هناك من إيجاد الحلول لعزة وكرامة الإنسان الفلسطيني وعادة هيبة الشخص الفلسطيني والإنسان الفلسطيني كما نعهده وكما نعرفهم لسيما أنه اليوم كمان إحنا منشهد تقليصات للأنوروة بشكل كبير هذا الشيء كيف نعكس على واقع المخيمات؟ بمأنه مونة أنت كنت تشتغلي مع الأنوروة واليوم لا تزالي موجودة في واقع المخيمات وهذه المرة من خلال ديوان الرئاسي أنا اشتغلت مهندسة في وكالة الغوث منذ عشر سنوات تقريباً كانوا يقدموا مشاريع بسبب التقليصات اللي صارت عنا أوقفوا تقريباً المشاريع في المخيمات والمساعدات وكافة البرامج اللي بتساعد الأهالي في المخيمات طبعاً تدخلت ديوان الرئاسي كان لابد أنه يتدخل في المخيمات من خلال مشاريع اللي هو مشروع صمود حتى العودة لإعادة إنعاش الأهالي في المخيمات واللاجئين في مشاريع متنوعة وحيوية في عنا مشاريع بتمس البيوت بإعادة بنائها وإعادة ترميمها في عنا كمان بقدموا خدمات اللي هو العفش وأثاث للأهالي في داخل المخيمات في كمان مشاريع تنموية غير إنها بتمس الأهالي بشكل مباشر بتمسهم بشكل غير مباشر عن طريق عمل مشاريع تنموية وعنا اليوم اللي بنا نحكي عنه اللي هو الصالة الرياضية اللي تخدم فئة الشباب في المخيم حتى نبعدهم عن المجتمع السيئة والظروف السيئة اللي بيمروا فيها والظروف الصعبة كان لابد من عمل مشاريع تنموية حيوية لهاي الشباب في المخيمات حتى نبعدهم عن هذا الجو في عنا أكتر من مشروع إحنا مشتغلين في مخيم عسكر مع ديوان الرئاسة هنا إحنا نبدأ في مشروع الصالة الرياضية وأنا عارف أنه أكيد في مشاريع أكثر حكي لنا عن بداية تأسيس هيا اللجنة أو بداية تأسيس هذا المشروع طبعا أنا بتحدث عن مشروع من خلال فخامة سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازل ربنا يديم الصحة والعافية عليه بحكي عن نهج وطني بحكي عن برنامج وطني بحكي عن قائد وطني يدرك ما يريد شعبه بحكي عن قائد يتلمس أين هي الإشكاليات والمشاكل التي يعاني منها شعبه وكيف يعز الصمود شعبه من خلال برامج هو مبتكرها وهو صانعها من أجل تعزيز فبهذا برنامج ونهج وطني وليس مجرد دعم أو منحة أو مكرمة هو نهج انتهجه فخامة سيادة الرئيس من أجل تعزيز صمود أهن وشعبنا في داخل المخيمات فلسطيني كما يتواجدون مسائل في الضفة الغربية أو غزة أو في لبنان أو في سوريا فبالتالي هو نهج وليس مجرد عمل مشروع أو إقامة مشروع معين في داخل المخيمات فمن هذا المنطلق نتحدث أختي العزيزة من أساس يفهم المواطنة الفلسطينية أنه بذهم وقلب فخامة سيادة الرئيس من خلال إقامة هذه المشاريع فكانت توجيهات وتعليمات فخامة الرئيس أن نقوم بتعزيز صمود هذه الناس فاسم البرنامج لوحده كفيل أن يعبر عن مدى حب ورعاية سيادة الرئيس صمود حتى العودة هذا هو برنامج سيادة الرئيس إذا نحن نحن نحكي عن مشروع كبير اسمه صمود حتى العودة يندرج تحتي مشاريع أخرى تضحينا أكثر سات مونة هو المنحة اللي هي مقدمة باسم المشروع اللي هو مشروع مخيم صمود حتى العودة هلأ المشاريع اللي بتنطوي تحته اللي هو سبق حقناها في عنا ترميم للبيوت والمنازل في عنا إعادة بناء للوحدات السكنية في عنا كمان مشاريع تنموية وحيوية في عنا عفش اللي هو اللي هي مشاريع اللي هي بتخدم الناس بشكل مباشر وفي عنا المشاريع الثاني اللي هي بتيجي عن طريق عمل صلاة مثلاً عنا كان فيه تأهيل وترميم للصالة اللي هي الألمانية قسم الرجال اللي هو زي ديوان تم ترميمها بالكامل اللي هم ما شفنا صورهم قبل أشواء بالضبط اللي هي الصور اللي تم عرضها في عنا مشروع الصالة بلشنا فيه بمساحة تقريبا 450 متر مربع بلشنا فيه من أعمال العظم من مرحلة الأوراق تحضير وثائق العطاء المخططات مرحلة العظم بعدين مرحلة التشطيب وتم فخامة الرئيس ماشي معنا للآخر حتى وصلنا لمرحلة التأثيث وتوريد الأجهزة الرياضية وعندنا أقسام متعددة في الصالة الرياضية طبعاً احنا ندعو كل الناس أنهم يجوا يشوفوها ويزوروها ويسجلوا فيها لأنها هي الصالة الأفخم صالة موجود فيها أجهزة متطورة في المنطقة الشرقية من نابلس تحديداً داخل مخيم عسكر مجهزة بأحدث التقنيات في عنا أكثر من قسم فيها في عنا قسم اللياقة البدنية وفي عنا قسم كمال الأجسام في عنا ساونة في عنا غرف بخار في عنا غرف مساج طبعاً في عنا استقبال في عنا شوارات رح تكون مشغني لأهالي المخيم ولا رح يكون فيها الرسوم اللي يتستخدمها فيما بعد رح تكون عندنا رسوم رمزية طبعاً هو الأستاذ أبو اسماعيل ممكن يحطينا أكثر عن هاي التفاصيل بس هي رح تكون رسومها رمزية رح تخدم الأهالي وكمان ما نسى أنه هي رح تخدم فئتين رح تخدم فئة الشباب اللي هم الذكور ورح تخدم فئة الإناث كمان لأنه إحنا منهتم في الجندر في المخيمات لأنه النساء كمان مهمشات في المخيم وإحنا لازم نساعدهم يعني لازم نخلق لهم مراكز برضو تنموية هم يروحوا عليها ويرتادوها ويصير عندهم نشاطات يشتركوا فيها أكيد طب حكي لنا عن إذن تفاصيل استخدام هاي المشاريع من المخيم وكيف رح يتم يعني تحفيز الناس أنهم يتفاعلوا مع هاي التفاصيل بداية يعني المشاريع هي عبارة عن نوعين هكذا كانت توجهات وفخامة الرئيس مشاريع خدماتية ومشاريع استثمارية الخدماتية المقصود فيها أنه كدش بنقدر إحنا نخفف على هنه وليس هناك أي مردود من خلالها مثل ترميل البيوت عدد تأهيل البيوت أيضا بعض القضايا البنية التحتية طبعا بعض القضايا الخفيفة زائد لأن هذه المسؤوليات تعود إلى جهات أخرى كوكالة الغوث وما إلى ذلك لأن الرئيس لا ينتهج نهج ممكن أن يتخطى به حدود من عليه المسؤولية تقع كوكالة الغوث فبالتالي كانت وقفة الرئيس ضد وكالة الغوث أو ضد غدارة وكالة الغوث التي تنتهج من أجل تقلصات وإنهاء خدماته في ضفة غربية كان هناك موقف حاسم من خلال فخمت السيطات وموقفه في أمام العالم أجمع في كلمته في الأمم المتحدة فكانت هذه القصة دعوة من سياط الرئيس إلى الالتفاة للمخيمات بشكل واضح فبالتالي هذه المشاريع هي عبارة مشاريع خدماتية زائد أنه إيش الهدف منها؟ هناك هدفين الهدف الأول أن هذا الشاب أول فتاة يستطيع بناء جسمه بشكل سليم وبنفس الوقت يمارس حياته طبيعية وإن عاش حياته زائد أنه يبتعد عن سلبية الشارع وما يقوم به الاحتلال من فرز إفرازاته في داخل الشاب الرصين وخاصة المخيمات الفرصينية من مخدرات وما إلا ذلك من هذا القضايا فبالتالي هذا الشاب له أصبح مسؤوليته ومسؤولية الأب الحاني فخامة الرئيس أصبح ينظره بعين من الاعتبار ويجب أن يكون كذلك لأن هذا هو رأس مأنا كفر الصنين هو الشاب الفلسطيني وكما قال سيدة محمد نصرط والشباب فبالتالي يجب أن نبني هذا المعدن وهذا الشاب الفلسطيني ونعيد تأهيله بشكل محترم ولائق من خلال ثقافة نفرزها ونعبها له وكذلك من خلال بنية جسمية محترم رياضية طليق في هذا الشاب أن يكون كذلك فهذا نحج أيضا فخامة وسيعة الرئيس كانت توجهاته واضحة أنه يجب أن تخفيف عن كهل أبناء شعبنا مثل قامة الصلاة الصلاة الأفراح أيضا في داخل المخيمات من أجل أنه نخفف من أعبائهم وأيضا شيء يليق في أهلنا في داخل المخيمات بمستوى محترم بدون التكاليف البهضة والعالمة التي نتحدث عنها عن صلاة في داخل المدينة وما إلى ذلك أن تقدم نفس الخدمة لكن بشغلات رمزية يمكن أنا كمان لفت انتباهي اسم المشروع صمود حتى العودة وهذا كمان دليل على أن نتمسك بحق العودة وأن نكون هدفنا تثبيت المواطنين في المخيمات بكل تأكيد أنا سعيدة جدا في وجودكم معنا اليوم سيد حسني عود رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عسكر وأيضا مهندسة لجنة الاختصاص لديوان الرئاسة فيما يتعلق به الهندسة المعمارية المهندسة مناجمعة أهلا وسهلا فيكم يعطيكم ألف عفية وشكرا لكم في مجال تسمحيلي أشكر طبعا دوان الرئاسة في أخونا أبو عمر محمود سلامة وأخونا أحمد أبو خضرة وكذلك باش مهندس درار وكذلك في خامد أخانا العزيز اللواء نضارة الدخان واللجنة العلمية التي كان لها دور واضح في العمل في داخل المخيمات يجب أن نعطي كل صاحب حق حقه فأخونا توجد بالشكر والتقدير لأخونا اللواء النضارة الدخان واللجنة العلمية في العميد سعادة وكذلك دوان الرئاسة الأخت رندى والأخ درار والأخ أحمد أبو خضرة والأخ محمود سلامة والأخت اللواء أيضا راعد فارس أمي جواد وكل من عمل من أجل مساعدة المخيمات الفلسطينية وتعزيز صمودها بهزة وكرامة أكيد أنا كمان بتشكر لما شفت الصور فشفتك البنت الوحيدة بين كل هالرجال أدي هذا الشي كمان كان بحملك مسئولية على قصة الجندر ودعم وتعزيز دور المرأة طبعا إحنا أنا مهندسة معمارية طبعا من أكثر من عشر سنوات فدوم تعودتني في الميدان نكون في الميدان يعني أنه لحالنا هو من المشاريع التي أفتخر فيها طبعا هي كانت تحت إدارة مثل ما تفضل أخونا أبو إسماعيل تحت إدارة من لجنة رئاسية كاملة كانت مشكلة بس لدعم المشروع هذا طبعا كانوا يشتغلوا معنا ليل نهار على دعم هذا المشروع حتى أنه وصلنا فيه لهذه المرحلة ونشكر الحمد لله بالعالمين طبعا أولا وآخرا ونحن نشكر كتير اللجنة الرئاسية المتمثلة بالأخ محمود سلامة والأخت رائدة الفارس اللي هي أم جواد اللي هي مسؤولة الملف الإنساني في مكتب الرئيس اللي هي بتساعد كتير وتدعم المخيمات تدعم هاي المشريع والمهندس الضرار الساعد اللي هو المسؤول الفني عن هاي المشاريع والأخ أحمد أبو خضرة وهو المسؤول المالي المتابع لهذه القضايا وبرضه بنشكر أخوتنا في قوات الأمن الوطني الممثلة بالعميد سعادة سعادة اللي هم برضو بكونوا موجودين معنا لتقديم أي خدمات فنية مهندسة أختصاص مشاريع مخيم عسكر ورئيس اللجنة أشعبية لمخيم عسكر وكل أهالي مخيم عسكر يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة